مرحبا أصدقائي إذا كنت تريد عمل فيديو لصورة تتكلم فشاهدوا هذا الفيديو على قناة بسيطة تيوب لتتعلم كيفية جعل الصورة تتكلم بالذكاء الاصطناعي بأدوات مجانية تماما وبدون استخدام موقع دي اي دي زي ما شفتوا في المثال السابق في فيديو اليوم هنتعلم طريقة جديدة لجعل الصورة تتكلم بالذكاء الاصطناعي مجانا وبدون استخدام موقع دي اي دي وبجودة عالية والطريقة دي حنستخدم فيها تقنيات مفتوحة المصدر أو أوبن سورس على منصة جوجل كولاب أو أدوات أخرى مجانية تماما حاولوا تتفرجوا على الفيديو الكامل لأن معظم الأجزاء مرتبطة ببعض وأوعدكم إنكم إن شاء الله حتستفيدوا بمعلومات جديدة قبل ما تتفرجوا ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل لأن تشجيعكم بيساعدنا في تطوير محتوى للأفضل أول خطوة هي كتابة نص الفيديو والبرومبت المستخدم لرسم الشخصية عن طريق جوجل بارد جوجل بارد أصبح بيتطور كل يوم ممكن استخدامه كبديل لشات جي بي تي أو مع شات جي بي تي علشان يكتب قصص أو مقالات أو سيناريوهات لفيديو البرومبت المستخدم مكتوب فيه أريدك أن تكتب ليه قصة قصيرة جدا مقتبصة من كتاب كليلة ودمنة للتراث العربي ثم أكتب ليه أمثلة برومبت باللغة الإنجليزية مكتوب بدون فواصل ممكن استخدامها على أدات فوكس لرسمة شخصية أدمية تحكي القصة أخذ البرومبت ده كوبي ممكن تعمله بوز للفيديو وتاخده نفس نص البرومبت وبعدين على جوجل بارد أشوف هيقول لي إيه طبعا طلع لي مثال القصة وكمان طلع لي أمثلة للبرومبت اللي أنا ممكن استخدمه ممكن كمان لو ضغطت على اللي اطلاع على مسودات أخرى أشوف أكتر من مسودة للقصة والبرومبت بتاعتي الخطوة الثانية هي تصميم الشخصية المستخدمة في الفيديو عن طريق أداة فوكس للرسمة بالذكاء الاصطناعي الأداة دي كنا شرحناها بالتفصيل في فيديو على القناة حاسبه لكم في المقترحات الأداة مجانية تماما وموجودة على جوجل كولاب طبعا رابط الأداة موجودة في وصف الفيديو هتأكد أننا داخل بالجيميل أكاونت بتاعي وبعدين أدوس على كوننكت بعدين من هنا هشغل أول خطوة للتثبيت على جوجل كولاب طبعا أنتم ممكن تستخدموا أي أداة تانية للرسمة بالذكاء الاصطناعي زي بالليجراوند مثلا ولكن أنا ابتديت أن أنا أفضل أستخدم الأداة دي لأنها بتعطيني نتائج أفضل من أي أداة مجانية أخرى للرسمة بالذكاء الاصطناعي خطوة التثبيت بتحتاج حوالي ديئتين ونص لتلات دهائق عشان تنتهي علشان أشغل الأداة هتوس على الرابط ده مكتوب جنبه running on public url وآخره مكتوب فيه كلمة garedo.life أول لما هدوس عليه هيفتح للأداة في نافذة جديدة أضغط على advanced وبعدين أتأكد أن أنا مختار مقاس عريض أختار مثلا مقاس ده أقول لكم ليه في آخر الفيديو لازم المقاسي بعريض ومن هنا أختار quality وبعدين هضغط على style وأختار من هنا كمان fantasy art أعصد بقى البرومبت اللي كتابهوا لي google board ولكن خطوة مهمة جدا أضيف عليه كلمة close up portrait لأن لازم الصورة تبقى portrait قريب من الكاميرا وواضح جدا وبعدين أضغط على generate طبعا لو أنا عايز أقلل زمن معالجة الصورة ممكن من settings هنا بدأ ما هم صورتين أخليهم صورة واحدة وأقلل من هنا quality أخليها speed دول الصورتين اللي تلعوا لي من أول محاولة دي أول صورة طبعا هو ده مطلوب بالزبط أن الصورة تكون قريبة ودي الصورة الثانية الصورة اللي هستخدمها ممكن بقى أعمل right click وقول له save image as علشان أحفظ الصورة اللي هستخدمها في الفيديو بتاعي السر هنا يا جماعة في كلمة close up portrait علشان الصورة تطلع قريبة بالشكل ده الخطوة الثالثة وهي تحويل النص لصوت عربي طبعا لأننا في الفيديو ده عايزين نعمل كل حاجة بالمجان من الأول للآخر فأحنا هنستخدم برنامج clipchamp لأننا ممكن عن طريقه أحاول النص لصوت عربي أو أي لغة أخرى بدون حدود ومجانا تماما لو أنا عايز جودة عالية في الصوت وصوت واقعي يبقى استخدم موقع 11 labs وده بيعطيك خطة مجانية فقط من clipchamp هقول له create a new video وبعدين هلغط على علامة record and create وبعدين text to speech من هنا هاختار اللغة العربية وعمل لاصق للنص اللي أنا أخدته من جوجل بارد ده مثال للصوت الناتج عندنا ده ابنه آوى إلى الشجرة وأمسك بصيصا من الضوء ده ده عم بخلص بقول له save to media بعدين بسحب ملف الصوت عندي على التايم لاين من هنا أنا ممكن أقل لمدة زمنية لملف الصوت بتاعي ممكن مثلا أقللها شوية لو حبيت بعدين بقول له export وبعدين بخترق على جودة ملف النهائي اللي بيخرج لي من clipchamp بيبقى في صغة mp4 الموقع ده حسبه لكم في صندوق الوصف هضغط على select file from my computer واختار الملف الصوت اللي أنا عملته على clipchamp وبعدين أضغط على convert وبعدين download هلاقي الملف النزل عندي في صيغة mp3 زي ما احنا شايفين الخطوة الرابعة هي تحريك الوجه والعين عن طريق موقع cut out pro الخطوة دي مهمة جدا لأن الأداة اللي هنستخدمها في عمل الفيديو النهائي مجرد بتحرك شفاف بس فالخطوة دي مهمة علشان أدي حركة للعين والوجه هضغط على upload image واختار الصور اللي أنا أولدته بأداة focus للرسمة بالذكاء الاصطناعي وعقع مجاني تماما ومش بيحتاج حتى أن أنت تكون عامل تسجيل دخول زي ما نشايفين الموقع بيعملي حركة للوجه والعين حركة بسيطة جدا وبيطلع لي فيديو لا يزيب مدته عن 3 ثواني وأنا مش محتاج أكتر من كده ممكن أغير نوع الحركة من هنا بس يفضل لنا أختار حركة بسيطة للوجه وبعدين أقول له free download ممكن وأنا بعمل download يطلع لي الرسالة دي لكن هو فعليا عمل download للملف وزي ما بيقول لكم موقع ده ملوش حدود في هذه الميزة فقط لا شكل الفيديو النهائي على علامة مقايح أقول لكم إزاي نشيلها في آخر الفيديو الخطوة الخامسة هي جعل الصورة تتكلم وده هيكون عن طريق أداة lalamo studio الأداة دي ممتازة ولكن مشكلتها في حاجتين أولا زي ما احنا شايفين كده هي بتحرك الشفايف بس تاني مشكلة أن هي بتطلع فيديو جودته سيئة علشان كده الخطوة اللي فاتت من الفيديو بتاع التحريك الوجه والخطوة اللي جاية من الفيديو بتاع تحسين جودة الفيديو مهمة جدا وتأكد أنك تستخدمها علشان تطلع فيديو في النهاية قوي هدوس على الزرار let's start الأداة تمتاز بأنها مجانية تماما وبتحتاجش تسجيل دخول ولا حتى عمل حساب أساسا طبعا ده حتى وقت تسجيل هذا الفيديو لكن ممكن بعد كده ما تبقاش مجانية أيضا الأداة مزيتها أن هي بتاخد الفيديو بتاعك زي ما هو موجود صغروش وكمان ممكن تديها فيديو عادي زي ما حنشوف في الأمثلة هضغط على upload video لازم الفيديو اللي أنا حعمله upload ما يزيتش عن 30 ثانية طبعا في الحالة بتاعتنا الفيديو هو 3 ثواني بس وإحنا حطينه كمثال فقط لغير علشان أخذ منه تعبيرات الوش والشفايف أختار الفيديو اللي أنا عملته بموقع قط قوت برو وبعدين أتأكد أن أنا معلم على الفيديو بعد ما تعمله upload من هنا أنا ممكن أختار ملف صوتي جاهز من الملفات الموجودة دي أو ممكن أقول له add new audio الأداة داعم تحويل النص إلى صوت ولكن النص الإنجليزي فقط يعني أنا هنا كتبت الجملة دي لو جيت هنا قلت له generate audio وبعدين عملت play فطبعا أنا لازم أستخدم من ملف الصوتي بتاعي ملف الصوتي مدته الزمنية لا تزيد عن 30 ثانية لكن تقدر تعمل عدد لا نهائي من الفيديوهات فلو عايز تعمل فيديوهات مدتها الزمنية أكبر من كده لازم تعملهم على أكتر من مرحلة وتجمع الفيديو النهائي بتاعك في المونتاج أضغط هنا على upload audio وبعدين أستخدم ملف الـ M3 اللي أنا عملته من clipchamp هتأكد أن أنا مختار الملف بتاعي وبعدين أضغط على generate lip sync video طبعا لو أنا عايز أحفظ الفيديو دا هدو سرية click وبعدين أقول له save video as وبعدين save طب هل أنا ممكن أستخدم نفس الأداة دي مع فيديوهات حقيقية؟ آه طبعا ممكن تعالوا كده نجرب هقول له upload video ده فيديو حقيقي لسيدة أجنبية بتتكلم أختار بقى الفيديو الجديد وبعدين أتأكد أن أنا مختار نفس الملف الصوتي بتاعي هي طبعا في الفيديو كانت بتتكلم بالإنجليزي هقول له generate lip sync طبعا يا جماعة الخطوة الجاية مهمة جدا الخطوة دي هنحسن فيها جودة الفيديو بدلا ما هو بالشكل ده هنخليه HD وده مثال للفيديو النهائي اللي طلعب من الموقع كان يا مكان في قديم الزمان أسد يعيش في الغابة وكان لديه ابن آوى يتبعه في كل الآن زي ما قلتلكم جودة الفيديو سيئة فالخطوة الجاية هنعرف إزاي نحسن جودة الفيديو دي ونخليها HD أهم خطوة في الفيديو هي خطوة تحسين جودة الفيديو بالزكاء الاصطناعي وده حيكون عن طريق الأداة دي على جو الكولاب اللي هي كانت نفس أداة فيس فيوجن لكن أنا عدلت فيها في الشكل بتاعها شوية وفي الكود بحيث أن هي تستخدم في تحسين جودة الفيديو فقط العادة في كولاب هتأكد أن أنا عمل لوجن بالجيميل أكاونت بتاعي وبعدين أقول لكم نكت وبعد ما يخلصوا يديني علامة الصحة دي هشغل الثلاث خطوات دول كل خطوة وراء الثانية هذه أول خطوة طبعا لو تلعلكوا إيروش زي ده أثناء التثبيت ما فيش فيه أي مشكلة تجهلوا تماما وبعد ما يخلص يديني علامة الصحة زي ما انت شايفين هنا كده وتحت خلص كاتب لي أنه أشغل الخطوة الأولى بنجاح الخطوة دي بتاخد حوالي دقيقة وعشرين سانية عشان تخلص الخطوة الثانية ما بتاخدش سانية عشان تخلص الله علي كمان علامة الصحة فيها هشغل الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة مفروض أنها ما بتخلص بتفضل شغالة على طول في الميموري ولكن هعرف أنها خلصت لما يطلع لي العنوان ده اللي هو آخر وجريده دوت لايف هو كاتب قدامه running on public URL هتدوس بقى على العنوان ده الآن زي ما قلتلكه هو شبيه بفيس فيوجن الأداة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده على القناة لتبديل وجوه ولكن أنا غيرت في الشكل شوية علشان تبقى أسهل وتستخدم فقط لتحسين جودة الفيديو هدوس هنا على تارجت واختار الفيديو اللي أنا عملته من باختار الوجه اللي هو اتعرف عليه وبعدين بسيب كل حاجة زي ما هي واختار بس اختيار keep temp طبعا الأداة دي ممكن تستخدموها لتحسين جودة أي فيديو عندك خلصت كل حاجة بقوله start وطبعا عشان اتأكد ان كل حاجة ماشية صح هفتح الويندو بتاعت جوجل كلاب وانزل تحت خالص زي ما انت شايفين الفيديو بتكون من حوالي 750 لقطة وهو لحد دلوقتي يخلص 5 أو 6% طبعا أول ما الفيديو بيخلص بيكتب لي 3 دقايق هفتح بقى تاني الويندو بتاعت أداة تحسين الفيديو وبعدين من الزرار ده هعمل download للفيديو النهائي خلونا بقى نتفرج على مثال الفيديو قبل وبعد تحسين الجودة كان يا مكان في قديم الزمان أسد يعيش في الغابة وكان لديه ابن ويتبعه في كل مكان في أحد الأيام خطوة الأخيرة هي منتاج وإزالت العلامة المائية من الفيديو عن طريق برنامج كابكت أول حاجة وانا في برنامج كابكت هتأكد ان أنا عندي الفيديو النهائي بتاعي والصورة اللي أنا كنت عملتها من أداة توليد الصور بالزكاء اللي استنعي هسحب الفيديو على الق Limeline بالشكل ده هكبر الفيديو بتاعي بقى عشان يمله كل مساحة الفيديو بالمنظر ده وبعدين أعمل نفس الكلام في الصورة الأساسية في الفيديو هسحبها على الق Limeline واخليها تأخد نفس مساحة الفيديو بالمنظر ده ويكبر المقاس بتاعها لشان تاخد كل مساحة الفيديو فبالتالي بقى عندي الفيديو بقى فوق الصورة اختار التراك بتاع الفيديو وبعدين اختار ماسك اختار الماسك الدائري ممكن اضغط هنا عشان اخلي الصورة ما تبانش وبعدين هسحب الماسك بتاعي على العلامة المائية وابتدي ان انا اصغره يبقى على الدهب الزبط بالشكل ده ممكن اكبر الفيزر هنا اخلي اربعة وبعدين هضغط على الزرار ده علشان اعكس الماسك لو فيه جزء بقى من العلامة المائية باين ممكن اكبر الماسك شوية طبعا لان الصورة تحت الفيديو فانا لو ظهرت الصورة بالمنظر ده ومجيت وقفت هنا تاني اختفت العلامة المائية طبعا ده كان السبب في ان احنا خلينا مقاس الصورة عريض علشان العلامة المائية تنزل في الجنب هنا تبقى بعيدة عن الوش فلازم نتأكد ان احنا عملنا الخطوة دي في الاول ممكن في النهاية اضيف بعض على الفيديو الاساسي دوس على افك وبعدين اختار فاير مثلا ممكن كمان اضيف افكت تاني اللي هو بيربل مست حيث ادي التأثير ده على الفيديو بعدما بخلص خلص بعمل اكسبورت واختار الجودة اللي انا عايزها خلينا بقى نشوف مثال للفيديو النهائي هيطلع شكله عامل ازاي اصيب الاسد بالمرض فذهب ابن اوى الى الطبيب ليطلب منه دواء يعالجه قال الطبيب لا يوجد دواء لهذا المرض زي ما شفت قدرنا ان احنا نخلي الصورة تتكلم بادوات مجانية تماما وبدون استخدام دي اي دي وانتاج فيديو نهائي على الجودة لو اي حد عنده استفسار اكتبولي في التعليقات وانا اكيد حرد عليكم ولو استفدتم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير لان ده بيساعدنا في تقديم محتوى افضل واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة